الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهده واتبع سنته إلى يوم الدين اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وفعنا بما علمتنا أسألك اللهم علما نافع ينفعنا فربنا أتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا نستكمل هذه السلسلة من الدروس في شرح عمدة الفقه في هذا اليوم الأحد الخامس من شهر جماد الأولى من عام 1445 للهجرة وكنا قد وصلنا إلى باب الذكات قال مصنف رحيمه الله باب الذكات الذكات بالذال معناها في اللغة تمام الشيء وسمي الذبح ذكاتا لأن فيه إتماما للزهوق ومنه قول الله تعالى إلا ما ذكيتم أي أدركتموه حيا فأتممتموه ثم استعمل هذا اللفظ في الذبح يقال ذكيت الشيء أذكيه تذكية أي أذبحه ومعنى الذكاء في الصلاح الفقهاء ذبح أو نحر الحيوان البري المأكول أو عقر ممتنع ذبح أو نحر الحيوان البري المأكول أو عقر ممتنع فعندنا الذبح هذا يكون غير الإبل والنحر يكون الإبل ذبح أو نحر الحيوان البري فالبحري لا يذكى البحري لا يذكى المأكول لا بد أن يكون مأكولا الحيوانات غير المأكولة لا تذكى أو عقر ممتنع وهذا إن شاء الله سيأتينا الكلام عنه عقر الممتنع يعني غير المقدور عليه هذا يذبح في أي موضع من بدنه كما لو نفر حيوان كما لو نفر حيوان من الحيوانات ولم يقدر عليه أصحابه فأدركوه بسلاح ناري أو بسهم أو بسكين أو بأي شيء فيحل وسيأتي كلام عنه بالتفصيل إن شاء الله فإذن الذكاة تجمع هذه المعاني كلها ذبح أو نحر الحيوان البر المأكول أو عقر ممتنع ومحل الذكاة للحيوان المقدور عليه هو الحلق واللبة الحلق واللبة وسأتي الكلام بالتفصيل عن المقصود بهذا والحكمة من الذكاة تطيب الحيوان المذكة فإن الميتة حرمت لأجل احتقان الرطوبات والفضلات في الدم الخبيث والذكاة تزيل ذلك ولهذا الحشرات التي ليس فيها دم يسيل لا تنجس بالموت لا تنجس بالموت لأن هذه ليس فيها دم والنجاسة إنما تكون لأجل احتقان الدم كالذباب مثلا والبعوض الصغير والحشرات الصغيرة عمومة التي لا دم فيها هذه لا تنجس بالموت فسبب نجاسة الميتة هو احتقان الدم واحتقان الدم الخبيث فيها ولذلك الذكاة تقوم بتطيب هذا الدم فلا يحصل هذا الاحتقان ثم أيضا هذا الدم الخبيث إذا احتقن فيه ضرر على الصحة وهذا يعني شيء قد شهد به حتى غير مسلمين ولذلك أكل الميتة فيه ضرر على الصحة إلا في حال الضرورة الضرورة تقدر بقدرها قال مصنم رحمه الله يباح كل ما في البحر بغير ذكاه بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم في البحر الحل ميتته سبقا ذكرنا في الدرس السابق أن جميع حيوانات البحر مباحة بلا استثناء وأن بعض الفقهاء استثنوا حية البحر وقلنا الصواب أنها لا تستثناء وبعضهم استثناء كلب البحر وخزير البحر قلنا لا تستثناء جميع حيوانات البحر مباحة بلا استثناء وذكرنا في الدرس السابق التمساح وأن طائفة من الفقهة قالوا إنه مباح على اعتقاد أنه من حيوانات البحر وذكرنا أن جماهير الفقهة يرون تحريم التمساح لكونه عندهم ليس من حيوانات البحر وإنما من حيوانات البر والبحر فيسمى برماوي وأن قول الجمهور هو القول الراجح فهنا المصنف يقول إن جميع حيوانات البحر تباح بغير ذكات لقوله عليه الصلاة والسلام الحل ميتته وعلى هذا لو أخذت سمكة من البحر لما استخرجتها من البحر ماتت تحل أو لا تحل؟ تحل لو أن حوتا خرج على الشاطئ ميتا يحل أو لا يحل؟ يحل الحل ميتته حيوانات البحر لا تحتاج إلى تذكية الأصل في حيوانات البحر الحل والإباحة ولا تحتاج إلى تذكية وهذا من عظيم نعمة الله تعالى على بني آدم ولهذا نجد في عدة آيات من القرآن أن الله امتنى على العباد بالبحر وهو الذي سخر لكم البحر لتأكلوا منه لحم طرية وتستخرجوا منه حلية تلبسونها والبحار تشكل ما يقارب ثلثي الأرض وفيها حيوانات العظيمة شتى أجناس وأنواع الحيوانات ملودة في البحر وهذه الحيوانات كلها مباحة حتى ميتتها مباحة ولهذا امتنى الله تعالى على عباده بذلك وهو الذي سخر لكم البحر لتأكلوا منه لحما طرية قال إلا ما يعيش في البري فلا يباح حتى يذكى يعني ما يعيش في البري والبحر الذي يسمى البرماوي فإذا كان مباحا لا بد من تذكيته وذكرنا في الدرس السابق الذكرنا الضفدع والتمساح قلنا إنها حيوانات برماوية الضفدع قلنا إنه حرام عند الجميع وأما التمساح فذكرنا فيه الخلاف ورجحنا قول الجمهور وهو أيضا أنه حرام لكن هناك حيوانات برماوية حلال مثل السلحفات مثل السلحفات فالسلحفات هي حلال لكن هل نلحقها بحيوانات البحر نقول تحل بدون ذكاء أو بحيوانات البر فنقول لا بد من الذكاء الجواب الثاني نلحقها بحيوانات البر فنقول لا بد من الذكاء تغليبا لجانب الحظر ثم أيضا السلحفات لها دم يسيل وتعيش في البر والبحر فلا بد من تذكيتها إذن لو طرحنا سؤالا ما حكم أكل السلحفات الجواب يجوز بشرط التذكية يجوز بشرط التذكية قال إلا السلطان ونحوه يعني مما يعيشه البر والبحر ويقولون إن السلطان ليس له دم يسيل إذا ذبح فهو مما يحل أكله بغير ذكاء مع أنه يعيشه البر والبحر وذلك لأنه ليس فيه دم أصلا وذكرنا أن الحكمة من الذكاء تطيب الحيوان المذكة لأجل احتقان الدم الموجود فيه فالسلطان ليس فيه دم أصلا ويعيشه البر والبحر فهو مباح قال ولا يباح من البر شيء بغير ذكاء هذا يصلح أن يكون ضابطا فقيا لا يحل مباح من البر شيء بغير ذكاء إلا الجراد وشبهه قلت إن هذا يصلح أن يكون ضابطا فقيا ما الفرق بين الضابط والقاعدة لماذا لم أقل يصلح أن يكون قاعدة فقية فما الفرق بين القاعدة والفقية والضابط الفقهي من يجيب عن هذا السؤال فضلت عمار طيب نعم جواب آخر في جميع الأبواب حسن الضابط يكون في باب واحد من أبواب الفقه وأما القاعدة تكون في جميع أبواب الفقه مثلا اليقين لا يزول بالشك هل هذه قاعدة أو ضابط قاعدة لأنه في جميع أبواب الفقه لكن المثال الذي ذكره المؤلف لا يباح من حيوانات البر لشيء غير ذكاة إلا جراد ونحوه هذا خاص بباب الذكاة فهذا يكون ضابط أو قاعدة هذا ضابط فإذن ما كان مختصا بالباب هذا يسمى ضابط وما كان في جميع الأبواب يسمى قاعدة فخذ هذه الفائدة النفيسة ما كان في جميع الأبواب هذه قاعدة وما كان في باب واحد يسمى ضابط قال إلا الجراد وشبهه حيوانات البر الأصل فيها أنها لا بد من تذكيتها لقول الله عز وجل حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم إلا ما ذكيتم فقوله إلا ما ذكيتم يدل على أنه لا بد من الذكات في حيوانات البر قال إلا الجراد وشبهه فالجراد تباح بغير ذكات مع أنها من حيوانات البر نقل إجماع العلم على ذلك وقد جاء في ذلك حديث ابن عمر رضي الله عنه ما النبي صلى الله عليه وسلم قال وحلت لنا ميتتان ودمان أما الميتتان فالسمك والجراد وأما الدمان فالكبد والطحان فالجراد يباح بغير ذكات لأنه لا يمكن تذكيته وإنما يشوى بالنار أو أنه يغمس في ماء حار ونحوه ويؤكه ولا زال الناس من قديم الزمان على هذا في أكلهم للجراد فالجراد إذن من الحيوانات المباحة بغير ذكات ثم قال المصنف رحمه الله والذكات تنقسم ثلاثة أقسام نحر وذبح وعقر نحر وذبح وعقر الذبح يكون في أعلى الحلق للحيوان المستأنس يعني غير متوحش سوى الإبل فالذبح يكون للغنم ويكون الذبح للبقر يكون في أعلى الحلق تأتي بالسكين وتذبح هذه الشات أو هذا الخروف أو هذه البقرة أو هذا التوف هذا يسمى ذبح تذبح في أعلى الحلق أما النحر فهذا يكون للإبل ويكون في اللبة وهي الوحدة التي ما بين الرقبة والصدر عندما تنظر البعير رقبته طويلة الجزء الذي بين الرقبة والصدر هذه تسمى الوحدة واللبة هذه يكون فيها النحر فالإبل تنحر وغير الإبل تذبح والعقر يكون بقتل الحيوان غير المقدور عليه من الصيد أو من بهيمة الأنعام أو من الحيوان المباع عموما في أي موضع من جسده في أي موضع من جسده كما لو سقط خروف في بئر مثلا فأراد أصحابه أن يذكوه فأتى إنسان وأطلق عليه مثلا النار أو هرب لجبل رأس جبل بعير أو خروف أو بقر أو نحو ذلك فأطلق عليه النار ثم سقط وذكر اسم الله تعالى يباح أو لا يباح يباح هذا يسمى العقر وسيأتي إن شاء الله كلام عنه وذكر دليله فإذن هذه الأمور الثلاثة هي التي تكون بها الذكاء نحر وذبح وعقر قال ويستحب نحر الإبل هذه السنة والنبي صلى الله عليه وسلم كان ينحر الإبل ولا يذبحها وفي حجة الوداع أهدى النبي صلى الله عليه وسلم مئة من الإبل ونحر بيده الشريف ثلاثا وستين منها وأمر علي فأكمل نحر البقية لماذا اختار النبي صلى الله عليه وسلم هذا الرقم لماذا نحر ثلاثا وستين أمنحر سبعين ولا ستين نعم حتى يتوافق مع عمره عليه الصلاة والسلام كأنه عن كل سنة واحدة من البدن وأمر علي فأكمل البقية إلى مئة ثم أمر عليه الصلاة والسلام بأن يؤخذ من كل بدنة قطعة لحم فجمعت في قدر وطبخت فأكل من لحمها وشرب من مراقها امتثال لقول الله عز وجل فكلوا منها واطعموا البائس الفقير وأمر بأن توزع بقية اللحم على الحجاج وكان أكثر فقراء جلالها وجلودها ولحومها أمر أن توزع على الحجاج وهذه السنة السنة لمن ذبح هديا أو ضحية أن يأكل وأن يتصدق فاكلوا منها وأطعموا البائس الفقير فاكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر شاهدوا أن النبي صلى الله عليه وسلم نحر بيده الشريفة ثلاثا وستين فالنحر يكون للإبل والذبح يكون لغيرها ولهذا قال المصنف وذبحوا ما سواها والله تعالى يقول والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها صواف فإذا وجبت جنوبه سقطت فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر فاذكروا اسم الله عليها صواف طيب إن لم يرتزم الذابح بذلك فما الحكم أجاب المصنف عن هذا السؤال فقال فإن نحر ما يذبح أو ذبح ما ينحر فجائز يعني لو أنه لم ينحر الإبل إنسان عنده إبل فذبحه بالسكين كما يذبح الخروف هل يحل أو لا يحل يحل وهكذا أيضا لو أنه نحر البقر أو نحر الغنم يحل وذلك لأن المقصود من التذكية إخراج الدم المسفوح وتطيب اللحم وهذا قد تحقق وإن كان خلاف الأفضل لكنه قد تحقق المقصود قال ويشترط للذكاة كلها ثلاثة شروط انتقل المؤلف لشروط صحة الذكاة الشرط الأول قال أحدها أهلية المذكي أهلية المذكي ثم بيّن المصنف المقصود بهذه الأهلية وهو يعني المقصود بالأهلية أن يكون عاقلاً قادراً على الذبح مسلماً أو كتابياً أن يكون عاقلاً يعرف الذبح ليقصده فلا يصح الذبح من المجنون لأنه لا يعقل النية طيب الطفل غير مميز الذي عمره أربع سنوات هل يصح الذبح منه لا يصح حتى لو ذبح عصوراً حتى لو ذبح عصوراً أنه لا بد من نية وهو لا يعقل النية فإذا إذا كان لا يعقل النية كأن يكون مجنوناً أو طفلاً غير مميز فلا تصح تذكيته ولم يقل المصنف أن يكون بالغاً لأنه يصح ذبح الصبي المميز الصبي المميز يصح ذبحه لو كان عمره سبع سنوات أو ثمان سنوات فأكثر يصح ذبحه تصح التذكية منه قادراً على الذبح فإن كان غير قادر لم يتحقق المقصود وهل يصح أن يكون الذبح من المرأة؟ نعم المرأة في ذلك كالرجل فتصح الذكاة منها يصح أن المرأة تذبح الخروف أو تنحر الإبل المرأة في هذا كالرجل وقد جاء في صحيح البخاري أن جارية لكعب ابن مالك كانت ترعى غنماً فسقطت واحدة من الغنم فأخذت حجراً له حد فذبحتها فاستشكلوا هذا هل تحل أو لا تحل فذهبوا للنبي صلى الله عليه وسلم واستفتوه فافتاهم بحلها وهذا نص صريح وصحيح البخاري في حل ذبيحة المرأة حتى وإن كانت حائض لا فرق بين المرأة الحاذ وغير الحائض في الذبح فذبيحة المرأة كالرجل تماماً قال مسلماً أو كتابياً اشترطوا أن يكون الذابح إما مسلماً وهذا يعني معروف أو كتابياً ما المقصود بالكتاب إذا قيل كتابي وأهل الكتاب ما المقصود بهم نعم المقصود بهم اليهود والنصارى ومن الفقهة من ألحق بهم المجوس لكن هذا قول ضعيف فإن المجوس ليس أهل كتاب المجوس عبدت النار ولا يعرف أن لهم كتاباً إنما أهل الكتاب هم اليهود والنصارى اليهود كتابهم التوراه والنصارى كتابهم الإنجيل فهؤلاء هم الذين يقال لهم أهل الكتاب هؤلاء أباح الله تعالى للمسلمين ذبائحهم وأباح للمسلمين أيضاً التزوج من نسائهم والدليل على إباحة ذبائح أهل الكتاب قول الله عز وجل وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم قال ابن عباس طعامهم ذبائحهم ولا قول لأحد مع قول الله سبحانه فذبائح أهل الكتاب حلال كذبائح المسلمين فإن قال قائل إن بعض أهل الكتاب اليوم بعضهم في بعض البلدان أشبه بالملاحدة غير متمسكين بدينهم لكنهم ينتسبون إلى ملة يهودية أو نصرانية هل تحل ذبائحهم الجواب نعم تحل مدام ينتسبون لليهود أو النصارى فذبائحهم حلال وأما قول من قال أنهم أشبه بالملاحدة ذكر الله عز وجل عنهم الكفر الصريح وأباح لأنا ذبائحهم فقال لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة لقد كفر الذين قالوا إن الله المسيح بن مريم وقالت اليهود عزين بن الله وقالت نصارى مسيح بن الله ومع ذلك أباح الله لأنا ذبائحهم فذبائحهم حلال ولهذا اللحم المستوردة من بلاد أهل الكتاب الأصل فيها الحل والإباح وهكذا لو ذهبت لبلاد من بلاد أهل كتاب الأصل في ذبا أحيم الحل والإباح فإن قال قائل إنه يوجد في بعض تلك البلدان الصعف الذبح بالصعف نقول إذا علمت بأن هذا اللحم بعينه ذبح بالصعف فلا تأكل منه لكن إذا لم تعلم ابن الأمر على الأصل والأصل الحل ولهذا جاء في صحيح البخاري أن قوما أتوا النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا يا رسول الله إن قوما يأتوننا بلحم ولا ندري أذكر اسم الله عليه أم لا فقال النبي صلى الله عليه وسلم سموا أنتم وكلوا فقوله سموا أنتم وكلوا كأن فيه توبيخا لمن سأل يعني لماذا تسأل ابن الأمر على الأصل وسمي أنت عند الأكل هذا هو المطلوب منك هذا هو المطلوب منك فلا تدقق ولا تفتش ابن الأمر على الأصل فالأصل في ذباح أهل الكتاب الحل والإباحة الثاني من شروط صحة الذكاء أن يذكر يعني المذكي اسم الله تعالى عند الذبح أو إرسال الآلة في الصيد إن كان ناطقا وإن كان أخرص أشار إلى السماء التسمية عند الذبح هذا شرط من شروط صحة الذكاء لقول الله عز وجل ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق فتجب التسمية عند التذكية وعند إرسال الآلة للصيد والأحكام الصيد سنتناولها بالتفصيل في الدرس القادم إن شاء الله تعالى فإذن يجب عند الذبح أن يقول الذبح بسم الله طيب هل يكتفي بقول بسم الله أو يزيد ويقول بسم الله الرحمن الرحيم الجواب يكتفي بقول بسم الله ولا يناسب ذكر الرحمة هنا الآن في موضوع ذبح فلا يناسب أن تقول بسم الله الرحمن الرحيم بل تقول بسم الله فقط وهكذا أيضا عند الأكل الذي ورد بسم الله من غير زيادة الرحمن الرحيم ولم يرد ولو في رواية ضعيفة زيادة الرحمن الرحيم فعند الأكل أفضل تقتصر على قول بسم الله من غير زيادة الرحمن الرحيم إنما بسم الله الرحمن الرحيم تكون مثلا عندما تقرأ القرآن وتبتدى بسورة تقول بسم الله الرحمن الرحيم لكن عند الأكل عند الذبح تقول بسم الله بسم الله وجوبا ويستحب أن يضيف لها الله أكبر استحبابا فيقول بسم الله والله أكبر بسم الله والله أكبر لو اكتفى بقول بسم الله أجزاء لكن الأفضل أن يضيف التكبير فيقول بسم الله والله أكبر طيب هل يكتفى بالمسجل يعني بعض الناس في بعض البلدان عندما تأتي للمسلخ تجد أنهم قد شغلوا المسجل بقول بسم الله والله أكبر بسم الله والله أكبر والذبح يذبح هل تحل؟ لا تحل المسجل حكاية صوت ولذلك لا يشرع متابعة المؤذن إذا أذن عبر المسجل فلو سمعت أذانا عبر المسجل لا يشرع أن تتابعه لأن هذا حكاية صوت وهذه المسلخ أشار لها بعض الفقهة قديما قالوا لو علم الببغاء الأذان لم يشرع متابعاته فإذا الواجب هو التسمية من الزابح لكن إذا كانت العداد كبيرة مثل الدواجب التي تكون بمئات الألوف فتكون التسمية عند تشغيل الآلة عند بداية تشغيل الآلة يقول الذي شغلها بسم الله والله وأكبر ثم بعد ذلك لا يلزم التسمية عند كل دجاجة إلا إذا توقفت الآلة ثم أعيد تشغيلها فيقول بسم الله والله وأكبر وهذا هو الذي قررته المجامع الفقهية يعني مثل هذه الدواجب بمئات الألوف يصعر أن يسمي عند كل واحدة فيكفي تسمية في بداية تشغيل الآلة المتحركة طيب بعضهم يكتب على السكين بسم الله والله أكبر هل يجزئ؟ لا يجزئ لا بد من التلفظ هذه عبادة لا بد أن يقول بسم الله والله أكبر قال وإن كان أخرس أشار إلى السماء يعني إن كان الذابح أخرس ما يستطيع أن يقول بسم الله والله أكبر فيشير إلى السماء يقول هكذا ويكفي ذلك يقول أن الإشارة تكفي وتقوم مقام النطق ولكن قوله إلى السماء ليس هناك دليل يدل على تحديد الإشارة أنها تكون إلى السماء ولهذا ذهب بعض أهل العلم إلى أن الأخرس يكفي أن يشير أي إشارة تدل على التسمية من غير أن نحدد ذلك بقولنا إلى السماء لأن التحديد بالقول إلى السماء فإذا دليل لكن أي إشارة تدل على التسمية تكفي فإن ترك التسمية على الذبيحة عامدا لم تحل إذا تعمل ترك التسمية لم تحل بالإجماع لقول الله عز وجل وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْكِ حكي إجماعا وبعضهم ذكر خلافا لكن عامة أهل العلم على أن من ترك التسمية متعمدا أن ذبيحته لا تحل وإن تركها ساهيا حلت وإن تركها ساهيا حلت هذه المسألة محل خلاف بين الفقهة إذا نسي الذابح التسمية فهل تحل ذبيحته أم لا قولان للفقهة القول الأول أن ذبيحته تحل وهذا هو الذي عليه جماهير الفقهة وهو الذي عليه المذاهب الأربعة مذاب الحنفية والمالكية والشابعية والحنابلة هذه المذاهب المتبوعة في العالم الإسلامي وحكي إجماعا حكاه من جليل الطبر وغيره والقول الثاني أن الذابحة إذا ترك التسمية ساهيا لم تحل لم تحل ذبيحته ومن أشهر من ذهب لهذا الرأي ابن تيمية رحمه الله استدل أصحاب القول الأول الجمهور القائلون بأنها تحل بعموم الأدلة الدالة على رفع المؤاخذة عن الناس والجاهل في قول الله عز وجل عن المؤمنين ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا قال الله قد فعلت قول النبي صلى الله عليه وسلم رفع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه وجاء عن ابن عباس أنه قال وهذا ذكره البخاري في صحيحه معلقا في صيغة الجزم إذا ذبح المسلم ونسي أن يذكر اسم الله تعالى فليأكل ثم ذكر البخاري استنباط عجيبا من الآية وهي قول الله عز وجل ولا تأكل مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق قال البخاري والناس لا يسمى فاسقة انظر إلى دقة الاستنباط الناس لا يسمى فاسقة وهذا الدليل على أن المقصود غير الناس وأما القائلون بأن الذبيحة لا تحل إذا ترك التذكية ناسيا فقالوا استدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل حديث الصحيحي قالوا كما لو ترك إنهار الدم ناسيا لم تحل فكذلك إذا ترك التسمية ناسيا لا تحل والقول الراجح والقول الأول قول جماهير لأن من نسي التسمية لا يسمى فاسقا والله تعالى إنما قال ولا تأكل مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق وهذا قول أكثر علماء الأمة وحكي إجماعا والأدلة تدل على رفع المؤاخذ عن الناس والجاهل وأما استدلال من قال إنها لا تحل بالحديث نقول دلة الأدلة على أن إنهار الدم لا يعذر فيه بالنسيان أما التسمية دلة الأدلة على أنه يعذر يعذر من ترك التسمية ناسيا يعذر بذلك فعلى هذا القول الراجح أن من ترك التسمية عند الذبح ناسيا أن ذبيحته حلال قال وإن تركها على الصيد لم يحل عمدا كان أو سهوا الحنابلة على المشهول من المذهب يفرقون بين التذكية والصيد فيقولون إذا ترك التسمية ناسيا عند الذكاء حل تذبها وإن تركها ناسيا عند إرسال الآلة للصيد لم تحل ويقولون لأن النسيان يكثر عند الذكاء ولا يكثر عند إرسال الآلة للصيد ولكن هذا محل نظر والأقرب ما ذهب إليه جمهير الفقهة من أنه لا فرق بين الذكاء والصيد وأن من ترك التسمية ناسيا فإن ذبيحته وصيده حلال لا فرق بينهم وأما قولهم أنه يكثر النسيان عند التذكية أكثر من الصيد هذا غير مسلم بل إن النسيان عند الصيد أكثر لأن الذي يصيد يذهل عندما يرى الصيد يذهل ويغفل وينسى ويرسل الآلة فهو أولى بالعذر ممن يذكي فالقول الراجح إذن هو قول جماهير الفقهاء وهو أنه أيضا إذا نسيت تسمية عند إرسال الآلة للصيد أن صيده حلال الثالث من شروطي الذكاة قال أن يذكي بمحدد سواء كان من حديد أو حجر أو قصب أو غير أي أن تكون التذكية بمحدد وهذا بالإجمع لقول النبي صلى الله عليه وسلم ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل ليس السن والظفر أما السن فعظم وأما الظفر فمديل الحبشة فقوله ما أنهر الدم الإنهار لا بد أن يكون بمحدد كأن يكون بسكين مثلا أو يكون حتى بحجر حاد ومر معنا في قصة جارية كعب بمالك أنها ذكت الشاث بحجر محدد أو بأية وسيلة تكون فيها تكون محددة وفي الصيد سيأتي الكلام عن الصيد أنه يكون بإطلاق السلاح الناري لكن في الذكاة لا بد أن يكون بشيء محدد قال إلا السن والظفر لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل ليس سن والظفر وعلّل النبي صلى الله عليه وسلم استثناء السن والظفر قال أما السن فعظم طيب إذا كان عظما لماذا لا تجوز التذكية به نعم نعم لا قد يكون عظم حاد نعم أحسن لأن العظام طعام الجن فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأن العظام تكون أوفر ما تكون لحما لإخواننا الجن فإذا ذكر اسم الله على هذه الزبيحة فعظامها تكون لحما للجن فلا تجوز التذكية لأن في هذا تقديرا تقديرا لهذه العظام التي هي طعام الجن وأما الظفر قال فمدي الحبشة مدي يعني سكاكين الحبشة كان الواحد من الأحباش يطيل ظفره إطالة مفرطة وعندما يصيد حمامة ونحوها يذبح الحمامة بظفره فنهينا عن التشبه بهم لأنهم كانوا وثنيين ففي هذا تشبه بهؤلاء الوثنيين فهذه الحكمة من النهي عن الذبح بالظفر قال ويعتبر في الصيد أن يصيد بمحدد لابد في الصيد أن يصيد بمحدد إذا كان سيرسل آلة أما الصيد بالجوارح سيأتي كلام عنه إن شاء الله لكن إذا كان سيصيد إذا كان سيصيد فلابد من أن يكون بمحدد كان يكون بسلاح ناري ببندقية مثلا ونحوها أو بسهم ولهذا جاء في حديث عدي بن حاتم عدي بن حاتم كان من الصحابة المهتمين بالصيد وكان يعني يصيد فلذلك ضبط أحاديث الصيد أكثر أحاديث الصيد يرويها هذا الصحابة عدي بن حاتم وبعض الصحابة لهم اهتمام بجوان معينة هناك صحابك يهتم بأحاديث الفتن وأشراط الساعة من هو حليف بن اليمان رضي الله عنه فهناك من اهتم بضبط حجة النبي عليه الصلاة والسلام وهو جامر بن عبد الله فعدي بن حاتم اهتم به الصيد ولذلك معظم حديث الصيد يرويها هذا الصحابة قال عدي بن حاتم رضي الله عنه الذي هو ابن حاتم الطائي الذي يضرب به المثل في الكرم قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيد المعراض فقال ما خزق فكل وما أصاب بعرضه فهو وقيد فلا تأكل وهذا الحديث الصحيحي وعلى ذلك فالصيد الذي يكون بغير محدد لا يحل فلو أنك اخذت حجرا وضربت به طيرا ضربت به عصورا مثلا أو حمامة فسقط ميتا يحل أو لا يحل لا يحل لو رأيت صيدا فالحقته بالسيارة وصدمته فمات يحل أو لا يحل لا يحل هذا يسمى ماذا موقوذة إلا في حالة واحدة يحل ما هي إذا أدركته ووحي وذبحته ولذلك بعض الذين يصيدون يصدم الصيد ثم ينزل مباشرة ويذكيه فيحل في هذه الحالة لقول الله تعالى إلا ما ذكيتم إلا ما ذكيتم قال أو يرسل جارحا يجرح الصيد يعني هنا المصنف ذكر بعض أحكام الصيد مع أنه عقد له بابا فلو أنه أخر الكلام عن هذا في باب الصيد كان هذا أكثر ترتيبا لكن مدام أن المصنف ذكره يعني نتكلم عنه باختصار وإن شاء الله في الدرس القادم نتكلم التفصيل قال أو يرسل جارحا يعني ككلب معلم أو سقر معلم يجرح الصيد في أي موضع من جسده أو يصيده حيا ويتبه لصاحبه فيذكيه قال فإن قتل الصيد بحجر يعني لا حد له أو بندق بندق هو طين مدور يرمى به قديما أو شبكة فلا يحل أو قتل الجارح الصيد بصدمته أو خنقه أو روعته لم يحل يعني إذا ذبح بغير محدد فإنه لا يحل سواء كان بحجر رمى حجرا فقتله لا يحل أو بندق قلنا حجر مدور أو ما يسميه بعض الناس نباطة أخذ نباطة ورمى بها حمامة أو عصفورا لا يحل أو شبكة وضع شبكة فدخل فيها الصيد ووجده ميتا لا يحل أو قتل الجارح الصيد بصدمته صدمة أو حتى صدمه بالسيارة فمات فإنه لا يحل أنه يكون موقوذا أو خنقه خنقه الكلب خنق هذا الصيد فمات أو روعه فإنه لا يحل في هذه الحالات كلها وإن صاد بالمعراض أكل ما قتل بحده دون ما قتل بعرضه لا بد أن يقتل بالحد وليس بالعرف لأنه اشترط أن يكون القتل بمحدد وإن نصب المناجيل المناجيل هو المحش الذي يحصد به الزرع المناجيل جمع منجل وهو المحش الذي يحصد به الزرع نصب هذا المحش للصيد قال وسمى فعقرت الصيد وقاتلته حل لأنه قتل بشيء محدد قتله بشيء محدد فالقاعدة في هذا هي أنه إذا ذكى أو قتل الصيد بمحدد حل وإن كان بغير محدد لم يحل قال مصنب رحمه الله فصل ويشتلط في الذبح والنحر خاصة شرطان يعني زائدان على الشروط السابقة أحدهما أن يكون في الحلق واللبة واللبة هي أسفل العنق في أسفل العنق فيكون الذبح في الحلق فلا يصح أن يكون الذبح في غير الحلق فلو أتى شخص خروف وذبحه من جهة بطنه أو صدره هل يحل لا يحل لابد أن يكون في الحلق وفي النحر يكون في اللبة واللبة يقول أنها هي الوحدة وهي التي ما بين عنق الجمل وصدره فلو كان في غير هذا الموضوع لم يحل يعني يكون في الرقبة أو في الوحدة أو اللبة فلو كان في الظهر لم يحل لو كان في البطن لم يحل قال فيقطع الحلقوم والمريء وما لا تبقى الحياة مع قطعه الحلقوم هو مجرى النفس والمريء مجرى الطعام والشراب والمريء خلف الحلقوم وهناك أيضا الودجان تثنية ودج وهم العرقان غليظان محيطان بالحلقوم يجري معهم الدم بغزارة إذا نبحت خروفا تجد عرقين غليظين يجري معهم الدم بغزارة يسمى هذا العرقان الودجان فعندنا هذه المصطلحات الحلقوم مجرى النفس المريء مجرى الطعام والشراب الودجان عرقان غليظان وحيطان بالحلقوم يجري منهم الدم بغزارة فالمصنف رحمه الله يقول إنه يشترط قطع الحلقوم والمريء ولا يشترط قطع الودجيء وهذا هو المشهور من مذهب الحنابلة وأيضا هو مذهب الشافعية والقول الثاني أنه يشترط قطع ثلاثة من أربعة وهذه الأربعة هي الحلقوم واحد المري اثنان الودجان ثلاثة أربعة ويشترط قطع ثلاثة من هذه الأربعة وهذا هو مذهب الحنفية والمالكية واختار واختاره الإمام التيمية وجمع من محاققين من أهل العلم وهو القول الراجح لأنه لا يحصل إنهار الدم إلا بقطع ثلاثة من هذه الأربعة الحلقوم والمريء والوذجان فعلى ذلك إذا قطع الحلقوم والمريء وأحد الودجين تحل إذا قطع الودجان والحلقوم تحل إذا قطع الودجين والحلقوم تحل إذا قطع الودجين والمريء تحل فلا بد إذا أن يقطع ثلاثة من هذه الأربعة الحلقوم والمريء والوذجين لا بد أن يقطع ثلاثة من هذه الأربعة هذا هو القول الراجح والمختار عند جمع المحققين من أهل العلم وعلى هذا فالصعاب أنه لا يكفي قطع الحلقوم والمري لأنه لا يتحقق انهار الدم إلا بقطع ثلاثة من الأربعة فقطع الحلقوم والمري لا يحصل به انهار الدم الكافي طيب ما رأيكم لو قطع رأس الحيوان كله إنسان يذبح خروف قطع الرقبة كلها وأخذ الرأس تحل أو لم تحل؟ تحل لأنه قطع الأربعة كلها هذا أولى بالحل فلو أتى وقطع ذبح الخروف قطع رقبتك كلها وأخذ رأسه معنى ذلك أنه قطع الحلقوم والمري والودجي هذا أولى بالحل من قطع ثلاثة والذي يكفي قطع ثلاثة من هذه الأربعة الثاني يعني من الشروط الخاصة بالذبح والنحر أن يكون في المذبوح حياة يذهبها الذبح فإن لم يكن فيها إلا كحياة المذبوح فإنها لا تحل وما أوبيحت حشوته لم يحل بالذبح ولا بالنحر والحشوة هي الأمعاء والحشوة هي الأمعاء وإلا حل وذكر المؤلف حديث كعب لما روى كعب كانت لنا غنم ترعى بسلع سلع جبل من جبال المدينة فأبصرت جارية لنا بشات موتا فكسرت حجرا فذبحتها به فسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فأمر بأكلها حديث صحيح البخاري فإذا لا بد أن يكون في المذبوح حياة يذهبها الذبح أما إذا لم يكن فيه حياة فإنها لا تحل أو كان فيه حياة لكن حياة المذبوح وهي الحركة التي لا تستمر طويلا رفس المذبوح هذه لا تحل وهكذا ما أبينت حشوته يعني قطعت أمعاؤه يقولون أن هذا لا تبقى معه حياة لو أبينت حشوته لا تبقى معه حياة لو قطعت أمعاؤه ولهذا قال مصنف لم يحل بالذبح ولا بالنحر وهذا يقودنا إلى سؤال وهو بما تعرف الحياة المستقرة مؤلف اشترط أن يوجد في المذبوح حياة وقيدها بعضهم بالحياة المستقرة احترازا من حركة المذبوح فبما تعرف الحياة المستقرة الجواب تعرف الحياة المستقرة بأحد أمرين الأمر الأول الحركة فإن الميت لا يتحرك فإذا كان الحيوان يتحرك ويرفس ويتحرك حركة كثيرة فهذا دليل على أنه لا زال حيا ولهذا لو اصطدمت سيارة بحيوان اصطدمت مثلا بخروف اصطدمت بجمل ثم قام يرفس يرفس فأتى أحد الحاضرين بسكين وذبح ونحره فإنه يحل فإذا تعرف الحياة بالحركة الأمر الثاني جريان الدم الأحمر الذي يخرج من المذبوح وإن لم يتحرك يقولون إن خروج الدم الأحمر دليل على وجود الحياة لأن الميت إذا خرج منه الدم يكون أسود اللون فالميت يكون الدم أسود أما الحي يكون الدم الذي يخرج منه أحمر فهذا يعني ذكره بعض أهل العلم ذكره من تيمي وغيره أن هذا مما تعرف به الحياة جريان الدم الأحمر فلو أنه عندما ذكي خرج منه دم أحمر هذا دليل على أنه لا زال حيا لكن لو كان الدم الذي خرج منه أسود هذا دليل على أنه ميت ولا يحل فإن شك في تحقق الأمرين أو أحدهما يحل أو يحرم حرم وذلك لأن الله تعالى شرط الحل لها الذكاة قال إلا ما ذكيته فما شك في بقاء حياته لم تتحقق ذكاته وهذا يقودنا إلى تأصيل في هذا الباب فما هو الأصل في اللحوم الحظر والمنع أو الإباحة والحل الحظر والمنع الأصل في باب اللحوم الحظر والمنع إلا إذا تيقن إلا ما توقي نحله وإلا الأصل الحظر والمنع ولهذا قال عليه الصلاة والسلام عن الصيد إن أدركته في الماء فلا تأكل فإنك لا تدري الماء قتله أم سهمك ولو كان الأصل الحل لقال النبي عليه الصلاة والسلام أنه حلال لأنك لما رميته بالسهم فتبني الأمر على الأصل لك لما كان الأصل الحظر والمنع قال الله قال النبي عليه الصلاة والسلام لا تأكل وأيضا لو كان الأصل الحل لما أباح الله لما نص الله تعالى على حل ذباحة الكتاب لأن الأصل الحل فلما نص الله على إباحة ذباحة الكتاب دل على أن الأصل الحظر والمنع إلا ما ورد التنصيص على حله فإذا الأصل في الذبائح الحظر والمنع وعلى ذلك إذا شك في كون هذا الحيوان هل فيه حياة أم لا فالأصل تحريم أكل لحمه حتى يتيقل من وجود الحياة طيب الحيوانات التي تذبح بالصعق الكهربائي ما حكمها هذه محرمة لكن إذا أردنا توصيفها فقهيا تسمى ماذا نعم موقوذة حسنت تسمى موقوذة لأنها ذبحت بالصعق فماتت ولم تذبح ولم تنحر فإذا ما يذبح بالصعق الكهربائي هذا منقوذ وقيث لا يحل لكن بعض المصانع بعض مصانع اللحوم يقومون بتدويخ الحيوان ثم تذكيته فهذا لا بأس به لأن بعض الحيوانات ربما تصعب يصعب يعني ذبحها مباشرة فتحتخاص الحيوانات إذا كانت كثيرة فتحتاج إلى تدويخ ثم بعد ذلك تذكه هذا لا بأس به بشرط أيضا أن لا يكون مؤلما للحيوان وأن لا يكون فيه تعذيب للحيوان طيب الحيوانات التي ترمى بمسدس حديدي أو بمطرقة حديدية هذه حلال أو حرام هذه حرام تسمى موقوذة هذه تسمى موقوذة قال وأما العقر طيب قبل أن تقل العقر هنا مسألة يذكرها الفقهاء وهي ذكات الجنين الجنين الذي يكون في بطن أمه فلو أننا ذبحنا شاتا فوجدنا في بطنها جنينا يعني خروفا صغيرا طيب الشات واضحكم وأنها حلال لكن هذا الجنين حلال أو حرام حلال ويدل لذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم ذكات الجنين ذكات أمه خرجه أصحاب السنن وأحمد بسناد صحيح وأيضا من جهة النظر كما قال الإمام مقيم يقول هذا الجنين يعتبر جزءا من أجزاء هذه الشاه كيدها ورأسها وأجزاء المذبوح وأجزاء المذبوح لا تفتقر إلى ذكات مستقلة فعلى ذلك ذكات الجنين ذكات أمه فلو أننا ذبحنا حيوانا ذبحنا بقرة ذبحنا شاتا نحرنا ناقة فوجدنا في بطنها جنينا فيكون حلالا أيضا لأن ذكات الجنين ذكات أمه ثم انتقل المؤلف بعد ذلك لكلامي عن مسائل العقر قال وأما العقر فهو القتل بجرح في غير الحلق واللبة هذا هو النوع الثالث العقر ووضح المؤلف المقصود به وهو أن يجرح الحيوان في أي موضع في جسده في غير حلقه ولبته واللبة قلنا هي الوهدة التي تكون من بين رقابة البعير أو رقابة الجمل وصدره لكن العقر يقتل في أي موضع من جسده قال ويشرع في كل حيوان معجوز عنه من الصيد والأنعاب يعني الحيوان غير المقدور عليه يشرع عقره وذلك بأن يطلق عليه النار مثلا أو يرمى عليه سكين المهم أنه يذبح في أي موضع من بدنه ولا يشترط أن يكون ذلك في الرقابة هذا خاص بغير المقدور عليه وذكر مصنف رحمه الله الدليل لذلك قال لما روى رافع أن بعيرا ندى ما معنى الندى يعني هرب ونفر فأهوى إليه رجل بسهم رمى إليه سهم فحبسه قتله ثم ذهبوا للنبي صلى الله عليه وسلم واستفتوه فقال عليه الصلاة والسلام إن لهذه البهائم أوابد كأواابد الوحش يعني لها نفور كنفرة الوحش فما غلبكم منها فاصنعوا به هكذا فلو افترضنا مثلا أن بعيرا هرب ونفر وصعد جبلا وعجز عنه أصحابه فيجوز أن يقوم أحد الناس ويطلق عليه النار ويذكر اسم الله مسدس مثلا أو بندقية أو نحو ذلك فيقتله فيكون حلالا هذا يسمى العقر أو سقط في بئر سقط في بئر وعجز عن أن يستخرجوه حيا فرموه بسلاح ناري مثلا ونحوه ثم استخرجوه ميتا هل يحل أو لا يحل يحل فإذن غير المقدور عليه من الأنعام ومن الصيد تكون ذكاته بأن يذبح في أي مكان من جسده في أي مكان من جسده قال ولو ترد بعير في بئر فتعذر نحره فجرح في أي موضع من جسده فمات به حل أكله ترد بعير واش معنا ترد يعني سقط بعير في بئر فتعذر نحره لا يمكن أن ينحر فجرح في أي موضع من جسده إما بسكين أو بسلاح ناري بندقية أو بمسدس أو رشاش أو أي سلاح فإنه يحل ولا يلزم أن يكون ذلك في الرقبة في أي موضع من جسده قال فمات به يعني مات بسبب ذلك الجرح حل أكله للحديث السابق وهذا أيضا هو المروي عن الصحابة رضي الله عنهم فهذه أبرز مسائل وأحكام الذكاء ونقف عند كتاب الصيد نفتتح به الدس القادم إن شاء الله تعالى والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين